الهواء نعمة من الله عز وجل ومن المشاهد القاسية أن ترى مريضا لا يستطيع أن يتنفى وقد منى الله علينا بتكثيف البحث في علاج أزمة الربو الشعبي وحساسية الصدق وقد فتح الله علينا بوسائل جديدة ومكتكرة مدعومة بالأبحاث العالمية المعتمدة أعدك أنك سترى الجديد في هذه الحلقة وبالذات الوسيلة رقم 18-19-20 سم النحل من الوسائل العلاجية لعلاج أزمة الربو الشعبي وسم النحل سواء كان بالقرص أو باللسعة به مادتان مهمتان تخص أزمة الربو الشعبي المادة الأولى الفوسفولايبيز إي تو والتي لها تأثير مضاد للربو ومعدل للمناعة ومادة الأوامين والتي هي تحفز إفراز الكورتزون ومضادة للالتهابات وفي دراسة عام 2013 أجريت على الفقران أثبتت أن سم النحل يقلل فرط الاستجابة في مجاري الهواء لدى الفقران مع انخفاض بعض الوسائل الالتهابية في سائل غسيل الشعب الهوائية مثل الانترلوكين 4 والانترلوكين 13 وأثبتت الدراسة أن هذا التأثير لسم النحل يتم عن طريقة تأثير على الخلايا التائية المنظمة مما وضح الدور الفعال جدا لسم النحل لأزمة الربو التحسسية وفي دراسة أخرى عام 2016 تمت عن تأثير أحد مكونات سم النحل وهو الفوسفولايبيز إي تو والذي تم حقناه داخل القصبة الهوائية لدى بعض الفقران التي تم إصابتها بأزمة الربو الشعبي في تقليل الخلايا الالتهابية وأيضا تقليل الوسائل الكيميائية الالتهابية في الشعب الهوائية مما حسن أزمة الربو الشعبي والأعشاب الطبية من الوسائل العلاجية لعلاج أزمة الربو الشعبي سنذكر ما ورضا في الأبحاث حيث أنه في دراسة مثيرة تمت عام 2014 على مجموعة من المرضى تم تقسيمهم إلى خمسة مجموعات المجموعة الأولى لم تتلقى علاجا والمجموعة الثانية تلقت علاجا بالمحلول الملحي والمجموعة الثالثة تلقت علاجا بمجموعة من الأعشاء المستخلص العشبي الذي تناولته المجموعة الثالثة كان يتكون منه الشمر والينسول والزعتر والعرقسوس المجموعة الرابعة تم علاجها بعقار الثوفلين والمجموعة الخامسة تم علاجها بعقار الثالبيوتامول المجموعات من المجموعة الثانية حتى المجموعة الخامسة تم إحداث أزمة رابو شعب متعمد لهم وقد أثبتت الدراسة والتي استمرت أربع أسابيع أثبتت تحسن المجموعة التي تلقت المستخلص العشبي من حيث الفحص السريري والأعرار ووظائف التنفس بل وقام بعض المرضى بإيقاف العلاجات الدوائية من موسعات الشعب بل وقام ثلاثة من المرضى بتقليل جرعات استنشاق الكورتزون بل وقام ثلاثة أخرين من المرضى بإيقاف دواء كورتزون الفموي الذي كانوا يتناولونه موسميا في مواسم الحرسية وأثبتت الدراسة أن هذا المستخلص العشبي كان آمنا وفعالا وأثبتت دراسة أجريت على 29 من المرضى التأثير الفعال لمغلي حبة البركة الحبة السوداء في التقليل من معدل أزمات الربو والتقليل من شدتها كما أثبتت دراسة أجريت على الحيوانات أن زيت الينسون له تأثير موسع للشعب الهوائية كما أثبتت دراسة إيرانية أن مستخلص ماسم الزعفران له تأثير مهدئ للسعال في حيوانات التجارب وفي دراسة عام 2023 أثبتت أنه يمكن السيطرة على أزمة الربو الشعبي باستخدام مستخلص عشبي معين هذا المستخلص كان تكون من الفلفل الأسود وزيت الخروع والتمر هندي وحبوب من الطب الهندي الأيرفيدي تسمى كالي مسلي مع بعض التعديلات في أنظمة الغذاء وإجراء بعض التمرنات التنفس أدى هذا كله إلى الوقاية والعلاج من نوبات الربو وفي دراسة إيرانية عام 2019 أثبتت أن أحد مكونات العرخ السوس والتي تسمى حمض الجليسير هزك له تأثير إيجابي آمن على مرضى الربو الشعبي التحسسي حيث لها تأثير معدل للمناعة ومضاد للبيوسات ومضاد للالتهابات بالتأثير على الخلايا الالتهابية والوسائط الكيميائية الالتهابية وفي دراسة عام 2010 أجريت على 63 مريض أثبتت أن اللبان الدكر والكركم والعقسوس مواد طبيعية آمنة مضادة للأجسادة ومضادة للالتهابات وقد أثبتت هذه المواد والتي تم تناولها 3 مرات يوميا لمدة شهر مقارنة بمجموعة ضابطة تلقت علاجا وهميا تأثير هذه المواد على امتفاض بعض الوسائط الكيميائية وتحسن أعراض الربو لدى المرضى كما تحسنت لديهم وظائف التنفس وقد أثبتت دراسة عام 2005 على عشبة تسمى عشبة الأرام أو القبعة المخزنية أن لها تأثير مضاد للحساسية في أنواع مختلفة من الحساسية مثل الجيوب الأنفية وأزمة الربو الشعبي عند استعمالها لمدة أسبوعين وأثبتت دراسة عام 2014 أن استنشاق بيت عشبة اللابندر له تأثير إيجابي على مرضى أزمة الربو الشعبي حيث أثبتت الدراسة أنه مضاد للالتهابات ومعدل لمجرى الهواء ومقلل لإفرازات الجهاز التنفسي ومقلل لخلايا الحساسية والوسائل الكيميائية الالتهابية والوغز بالإبرة الصينية من الوسائل العلاجية لعلاج أزمة الربو الشعبي حيث أنه يتسبب في تقليل الالتهابات وارتخاء العضلات وفي دراسة عام 2023 وكانت دراسة مجمعة لثلاثين دراسة أجريت على 2722 من المرضى وكانت لدراسة التأثير المختلف لثمانية أنواع مختلفة من الإبر الصينية مثل الإبر الصينية مع المكسة والإبر الصينية الكهربية وقد أثبتت الدراسة تحسن وظائف الرئة في جميع أنواع العلاج بالإبر الصينية الثمانية وقد أثبتت دراسة يابانية أجريت عام 2006 على ستة من المرضى تم علاجهم بالإبر الصينية لمدة عشر جلسات في عشر أسابيع متتالية أثبتت تحسن أعراض أزمة الربو وظائف التنفس ومؤشرات الحساسية بالدم وساعرة المرضى على تقليل جرعات الأدوية وفي دراسة عام 1998 أجريت على 25 مريض بالربو يتناولون الكورتزون حيث تحسنت أعراض الربو لديهم بعد 15 جلسة علاجية من العلاج بالإبر الصينية في نقاط محددة ولكن تم تمديد العلاج 30 جلسة أخرى على مدار 3 شهور للمساعدة على استدامة التحسن ومنع الانتكاس ونجحة الدراسة في إثبات تحسن التأثير الإجمالي بنسبة 96% مع نجاحها في التقليل المتدرج لعلاج الكورتزون ومن وسائل العلاجية لعلاج أزمة الربو الشعبي الواخذ في الأدن حيث أن تشريح الأدن به نقاط محددة لا تأثير على أعضاء بعيدة عن الأدن ومن العجيب أنه إذا حدث ألم أو مرض أو خلل وظيفي في جزء معين من الجسم فإنه يتم إنشاء نقطة إنعكاسية نشطة في المنطقة المقابلة لها في خريطة الأدن والحجامة من الوسائل العلاجية لعلاج أزمة الربو الشعبي يمكننا استخدام أكثر من نوع من أواع الحجامة مثل الحجامة المغناطسية والحجامة العشبية باستخدام منقوع ورق الجوافة وفي دراسة من عام 2010 أثبتت الدراسة أن هناك 550 دراسة علمية تم نشفها عن العلاج بالحجامة في الفترة من 1959 وحتى عام 2008 وثبت دور معظمها في علاج الألم وحساسية الصدر بدون أوثار جانبية تذكر وفي رسالة ماجستير عام 2008 أجريت في جامعة عن شمس على 50 مريض بأزمة الربو الشعبي أثبتت أن المجموعة التي تلقت العلاج الدوائي مع الحجامة قد تحسنت بصورة أفضل من المجموعة التي تلقت علاجا دوائيا فقط وفي دراسة عام 2023 أجريت على 76 مريض لديهم أزمة الربو الشعبي تم علاجهم بالحجامة مع الإبر الصينية والمكس وقد كانت مدة العلاج على فترتين كل فترة سبعة أيام وكان هناك مقارنة بمجموعة ضابطة تلقت العلاج بأحد بخاخات الربو وقد وجدت الدراسة تحسن في المجموعة الثانية من حيث أعراض الأزمة ومن حيث جودة الحياة ومن حيث وظائف التنفس ولكن وجدت أن المجموعة التي تلقت علاجا بالحجامة والإبر الصينية أن تحسنها أفضل في بعض المقاييس وقد أوصت الدراسة بدمج العلاج بالحجامة والإبر الصينية مع العلاج الدوائي للحصول على نتائج أفضل ومن الوسائل العلاجية لعلاج أزمة الربو الشعبي العلاج بالغذاء حيث أنه من العلاجات المساعدة لمرضى أزمة الربو الشعبي العلاج بعسل النحل مع بذور حبة البركة أو بذور الكرفس حيث أنه في دراسة عام 2019 أثبتت أن استعمال عسل النحل بمفرده لم يؤثر بصورة إيجابية على أزمة الربو الشعبي ولكن عند دمر عسل النحل مع بعض العلاجات الأخرى مثل حبة البركة أو بذور الكرفس قد أثر بالإيجاب على مرضى أزمة الربو الشعبي من حيث تحسن وظائف الرئة وفي دراسة مثيرة عام 2013 عن علاقة الغداء بمرضى أزمة الربو الشعبي أثبتت أن تناول الأوميجا 3 ومضبطات الأكسادة والفيتامينات مثل A و D و E و C والمغنيسيوم والزينك والسيلينيوم يحسن من وظائف الرئة كما أن تناول الفاكهة مثل التفاح والعنب وجوز الهند يقلل من نوبات أزمة الربو وبخاصة لدى الأطفال وفي المقابل فإن تناول الحلوى والماكارونا والهامبورجر والوجبات السريعة لا تأثير سلبي على الربو لدى الأطفال كما قالت الدراسة أن السمنة تعتبر مرض ما قبل التهابي حيث تزيد عند المصابين بالسمنة بدون وجود أي أمراض بعض العوامل التهابية مثل A CRB والليبتينز وهذا الليبتينز متهم في أزمة الربو وبالتالي الغذاء الصحي والمكملات الغذائية وضبط الوزن للوسائل المساعدة للوقاية والعلاج من أزمة الربو ومن الوسائل العلاجية لعلاج أزمة الربو الشعبي ممارسة الرياضة بمبهود متوسط أو قليل مثل رياضات تنس الطاولة والسباحة وركوب الدراجات وذلك تم تحت إشراف الطبيب حيث أن ذلك يؤدي إلى تحسين وظائف الرئة والفصد من الوسائل العلاجية لعلاج أزمة الربو الشعبي ورغم أنه لم يأخذ حقه من الأبحاث إلا أنه القديم قدم التاريخ من أيام الفراعنة وأرستو وسقراط وابن سينة والزهراوي وله أصل في السنة حيث أنه ورض في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع له عرقا وكواه عليه والعلاج بديدان العلق الطبي من الوسائل العلاجية لعلاج أزمة الربو الشعبي حيث أن لعاب ديدان العلق الطبي تحتوي على مادة الهيرودين والتي هي مضادة للالتهابات ومضادة للجراتيم ومن وسائل العلاجية لعلاج أزمة الربو الشعبي العلاج بالهم يوباثي وهي مواد مخففة تخفيفا شديدا مثل مادة الزرنيخ الأبيض ولا تفيد في جميع أنواع الكحة سواء كانت جافة أو ببلغم والكي وسيلة علاجية لعلاج أزمة الربو الشعبي حيث نزيل الرطوبة والبرودة من الجسد وأيضا لم يأخذ حقه من الأبحاث ولكن له أصل في السنة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار وأنهى أمتي عن الكي والنهي هنا ليس معناه النهي المطلق لأنه قال في بداية الحديث الشفاء في ثلاث ولكن النهي بمعناه أنه إذا كان هو لك وسيلة علاجية أخرى فهو أولى أن تستخدمها بدلا عن الكي ولكن نحتاج إليه ونضطر إليه في بعض الأحيان لذلك يقولون آخر الدواء الكي الريفليكسولوجي أو العلاج باليد والقدم وسيلة علاجية قديمة ومعروفة تفيد مرضى الصدر ولكن دورها محدود في أزمة الربو الشعبي حيث خرأت بحثيني أن الريفليكسولوجي غير مؤثر في علاج أزمة الربو الشعبي والعلاج بالماء وسيلة علاجية لمرضى أزمة الربو الشعبي حيث أن استنشاف بخار الماء يفيد في إذابة البلغة كما أن شراب كميات كافية من الماء يسهل تنقية مجرى الهواء من المخاطر كما أن الحفاظ على رطوبة المكان الذي يعيش فيه الإنسان من 30 إلى 50% يمنع نمو الفطريات الذي قد يتسبب في أزمة الربو وعلاج غاية في الأهمية لمرضى أزمة الربو الشعبي وهو العلاج بالمكملات الغذائية حيث أثبتت دراسة في عام 2018 كانت تقايم العلاج بالأوميجا 3 كمكمل غذائي لمدة 3 شهور بالعلاج المناعي لمدة 6 شهور وقد أثبتت الدراسة أن كل العلاجين كان له نفس التأثير الإيجابي على وظائف التنفس إلا أن العلاج بالأوميجا 3 قد تفوق على العلاج المناعي عند تحليل أحد الوسائل الكيميائية الإلتهابية وهو الانترلوكين 17A والجدير بالذكر أنه هناك دراسة أخرى كانت عام 2014 أثبتت أنه لا تأثير للأوميجا 3 على علاج أزمة الربو الشعبي عند استعماله لمدة 3 أسابيع وبالتالي المطلوب استعمال الأوميجا 3 لمدة 3 أشهر أو أكثر وما زلنا مع المكملات الغذائية حيث أثبتت دراسة عام 2019 وجدت على 23 طفل مصابين بالسمنة مع أزمة الربو الشعبي أن لديهم نقص في الماغنيسيوم وكلما زاد نقص الماغنيسيوم زادت شدة أعراض الربو الشعبي وأثبتت الدراسة أن نقص الماغنيسيوم في هؤلاء الأطفال كان مرتبطا أيضا بالهاجان والطرابات النوم وضعف الذاكرة وقلة التركيز وقد أوصت الدراسة بتناول الماغنيسيوم كمكمل غذائي للسيطرة على أعراض الربو الشعبي ومساعدة العلاج في أن يكون مؤثرا وبخاصة في الأطفال الذين لديهم مرض السنة مع مرض أزمة الربو الشعبي وفيتامين دي من المكملات الغذائية المطلوبة لمرض أزمة الربو الشعبي حيث أنه في دراسة عام 2024 وغيرت على 164 طفل مصابين بالربو الشعبي أثبتت الدراسة أن تناول فيتامين دي بجرعة 4000 وحدة دولية لمدة 9 شهور قد ساعدة في العلاج لأزمة الربو الشعبي لدى الأطفال وبخاصة الذين لديهم عدوى في الرئة وقد تحسن لدى هؤلاء الأطفال الوسائل الكيميائية الالتهابية مثل الانترلوكين 4 والانترلوكين 10 ونختم الحديث عن المكملات الغذائية بأنه تمت دراسات على علاقة فيتامين بي 2 وبيتامين سي بأزمة الربو الشعبي والدراسات أثبتت أنه لتوجد علاقة وبالتالي يكفينا الأمجة 3 والمغنيسيام والبيتامين دي تحت إشراف طبي من الوسائل العلاجية لعلاج مرضى أزمة الربو الشعبي هي محاولة تعديل بيئة المعيشة التي يعيش فيها المريض وفي دراسة سعودية أجريت عام 2007 على 1325 مريض أثبتت أن المعيشة في المرتفعات فوق مستوى سطح البحر قد قلل أزمة الربو الشعبي بنسبة 13% عن المعيشة عند مستوى سطح البحر واليوجا من الوسائل العلاجية لعلاج أزمة الربو الشعبي حيث أنه في دراسة أجريت عام 2023 أثبتت التأثير الإيجابي لتمرنات التنفس مع اليوجا مع ميكانيكيات تخفيف التوتر على مرضى أزمة الربو الشعبي والعلاج بتقويت عضلات الجهاز التنفسي من الوسائل العلاجية لعلاج مرضى أزمة الربو الشعبي حيث أنه في دراسة عام 2024 أثبتت التأثير الإيجابي لأجهزة تقويت عضلات الجهاز التنفسي على زيادة قدرة الرئة الوظيفية لمرضى الربو الشعبي بعدما رسل المرضى هذا التمرين نصف ساعة يوميا لمدة ثلاث شهور متتالية وفي دراسة أخرى عام 2024 أجريت على 25 مريض بعمل ست جلسات علاجية لهم أثبتت التأثير الإيجابي لتمرنات التنفس باستخدام تقنية برسد لب بريثي مع تمرينات اليوجا على وظائف الرئة وعضلات التنفس وأعراض أزمة الربو والعلاج الشامل في المنتجعات الصحية يعتبر وسيلة علاجية لعلاج مرضى أزمة الربو الشعبي حيث أنها في دراسة أجريت عام 2011 على 100 مريض لمدة 3 أسابيع أثبتت أن خدمة المنتجعات الصحية ومصحات إعارة التأهيل لمرضى الربو تقلل أعراض الربو وتساعد في عملية التقام الجهاز التنفسي وتحسن الحالة الفيزيئية والعقلية والعاطفية كما تحسن جودة الحياة حيث يخضع المرضى لبرنامج علاجي بصورة تكاملية بمجموعة من العلاجات مثل العلاج بالمياه المعدنية والعلاج بالمياه البحر والعلاج المناخي في الأجواء الساحلية والعلاج المائي والعلاج الطبيعي والعلاج بالحركة والطب الهندي الأيرفيدي وسيلة علاجية لعلاج مرضى أزمة الربو الشعبي حيث أنه في دراسة عام 2022 أن إضافة عشبة تسمى شيرنجيادي شرنة من الطب الهندي الأيرفيدي البخاخات وجلسات بخار الربو كان لها تأثير مؤثر وآمن وفعال في تخفيف أعراض الربو الشعبي وهذه العشبة يمكن شراؤها من المتاجر الإلكتروني ومن العلاجات المهمة لمرضى أزمة الربو الشعبي العلاج بالبرو بيوتك أو العلاج بالكائنات المعوية الدقيقة حيث أنه في دراسة عام 2024 وجريت على 66 طفل مصابين بأزمة الربو الشعبي حيث تم تقسيم الأطفال إلى مجموعتين المجموعة الأولى تناولت البرو بيوتك والمجموعة الثانية لم تتناوله وقد تم مقارنة هاتين المجموعتين بمجموعة ثالثة من الأطفال الأصحاء وقد أثبتت الدراسة أن مجموعة الأطفال الذين تناولوا الكائنات الحية المعوية الدقيقة قد تحسن لديهم التوازن في الكائنات الحية المعوية كما تحسن لديهم المؤشرات المناعية وقد أوصت الدراسة باستخدام مستحضرات الكائنات الحية المعوية الدقيقة كعلاج مساعد لأزمة الربو الشعبي وأخيرا من الوسائل العلاجية لعلاج مرضى أزمة الربو الشعبي العلاج بالتنفس في الكهوف حيث أنه في دراسة أجرية عام 2024 على 51 مريض من مرضى أزمة الربو الشعبي كانوا يتناولون العلاج العادي لهم بخاخات الربو العادية مثل السيريطايد والسيمبيكورد وقد أثبتت الدراسة قلت نوبات أزمة الربو بمعدل نوبة واحدة في 80% من الحالات مع انخفاض خلايا الإزينوفيلز وانخفاض الأجسام المضادة وكلاهما من دلالات الحساسية وفي النهاية فقد حاولنا البحث في بطون الكتب كما حاولنا البحث في الجرائد والمجلات العالمية بحثا عن أمل في الشفاء لعلنا نجد وسائل علاجية جديدة مبتكرة تساعد مرضى أزمة الربو الشعبي في تخفيف آلمين ومعاناتهم لكي نطوع هذه الدراسات في البرامج العلاجية المختلفة